معنا من القدس مراسل العربي أحمد روشة مرحبا بك أحمد التصريحات بين السياسي والعسكري مستمر يبدو أن نتنياهو لديه تعقيب وتصريحات بشأن هذا الجدل القائم لو وضعتنا في صورة أحداثها وأهمها بالفعل محمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بحسب القناة الثالثة عشر الإسرائيلية هاجم الجيش الإسرائيلي على خلفية قراره بالتهدئة التكتيكية كما وصفها الجيش في بيانه في منطقة رفح قال إن إسرائيل دولة لها جيش وليس جيش له دولة وهو عنوان كتاب كان قد صدر في إسرائيل بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كان عنوان الكتاب جيش له دولة علامة استفهام لكن منذ ذلك الحين قضى اليمين الإسرائيلي على علامة الاستفهام وكلما عبر الجيش الإسرائيلي عن موقف معارض لموقف القيادة السياسية خصوصا عندما يكون اليمين الإسرائيلي في الحكم يخرج اليمين الإسرائيلي للقول إن الجيش الإسرائيلي يتصرف وكأنه هو الدولة وإن على القيادة السياسية الإسرائيلية أن تتبعه وهذا جزء من نقاش محتدم كان العام الماضي خصوصا حول التعديلات القضائية الإسرائيلية مستمر بن يمين نتنياهو في إعطاء الظهير لوزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية في مهاجمة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تنقل عنه هذه التصريحات لكن لم تنقل عنه أي التصريحات أخرى تدافع عن الجيش الإسرائيلي تدافع عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في وجه هذه الهجمات التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي تقريبا في كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو الكابنت الأمني والسياسي وهذا يعكس أن خلفية النقاش ليس ما هو عيني متعلق بمنطقة رفح إلا ما هو أكبر متعلق بطريقة إدارة هذه الحرب ومتعلق أيضا بالسابع من أكتوبر ولجان التحقيق المحتملة التي ستنشأ لاحقا خصوصا مع سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى تكوين انطباع عند الإسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي يغيب القيادة السياسية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالتطورات العسكرية والميدانية وكأن نتنياهو يريد أن يقول الجيش أصلا غيبني عن اتخاذ القرارات عشية السابع من أكتوبر بالتالي يحاول أن يبرئ نفسه من الأمور المتعلقة بتحمل المسؤولية عن الهزيمة أو الفشل الاستراتيجي كما يوصف في إسرائيل الذي تعرضت له إسرائيل صباح السابع من أكتوبر وفي الأسبوع الأول من هذه الحرب لكن هذا النقاش يحرف النقاش عن موضوع آخر مهم تحاول الحكومة الإسرائيلية تخبيئته وهو المتعلق بتمديد الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بحسب مقترح قانون كان من المفترض أن يطرح على طاولة الحكومة الإسرائيلية اليوم ستمدد الخدمة العسكرية للجنود الإسرائيليين بعام إضافي كان سن انتهاء خدمة الاحتياط هو الأربعون لكن الآن تريد الحكومة الإسرائيلية تمديده إلى واحد وأربعين عاما وخدمة الضباط في الاحتياط إلى ستة وأربعين عاما لأن هناك نقصا في أعداد الجنود الإسرائيليين وبدل أن يذهب عن المستوى السياسي الإسرائيلي لحوى توسيع دائرة التجنيد أي توسيع مزيدا أو تجنيد مزيد من الحريديين للجيش الإسرائيلي اختار كما يقال في إسرائيل إضافة العبء وتكريس العبء الذي يقع على الجنود الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي عبر إضافة عام إضافي إلى خدمتهم العسكرية هذه نقاشات مهمة في إسرائيل مهمة بشكل كبير جدا خصوصا النقاشات المتعلقة بتجنيد الحريديين وهي النقاشات الوحيدة تقريبا إن استمرت هذه الخلافات التي ستكون قادرة على إسقاط هذه الحكومة لأن الحكومات في إسرائيل عادة ما تنهار من الداخل ولا تسقط من الخارج بالتالي هذا نقاش مهم جدا لا يسبق لإسرائيل أن خاضت حربا فيها هذا النوع من الاتهام وغياب الثقة بين المستوى العسكري الإسرائيلي وبين القيادة السياسية الإسرائيلية حتى في اللحظات الحالكة في تاريخ إسرائيل كما في حرب عام ثلاثة وسبعين أحمد من ضمن التصريحات اللافتة لنتنياهو أنه قال قد اتخذت قرارات لم تكن مقبولة عند الجيش من أجل تقويض قدرات حركة حماس هل من الواضح عن أي قرارات يتحدث نتنياهو؟ من غير الواضح تحديدا ما الذي يريده نتنياهو لكن كانت هناك أقويل في بداية هذه الحرب أن ضباطا في الجيش الإسرائيلي كانوا يخشون من بدء الاجتياح البري لقطاع غزة لأن ذلك سيؤدي إلى مقتل عدد كبير جدا من الجنود الإسرائيليين ربما يكون بن يمين نتنياهو يلمح إلى هذا الأمر أو إلى أمور أخرى لم تنشر ترفض الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر هذه التفاصيل لكن عادة ما يطعم بن يمين نتنياهو تصريحاته بجمل من هذا القبيل بجمل من هذا النوع في محاولة للإيحاء للإسرائيليين أنه يعمل ضد الجيش الإسرائيلي وأنه هو الذي يحدد السياسات يريد من جهة أن يظهر بمظهر الشخص الذي يغيب عن قرارات الجيش الإسرائيلي ومن جهة أخرى يريد أن يظهر وكأنه هو الشخص الذي يخود القرارات الصائبة التي تم اتخاذها في هذه الحرب والوصفة تقريبا جاهزة عندما يكون هناك قرار ناجح من وجهة النظر الإسرائيلية يسارع بن يمين نتنياهو إلى تبني هذا القرار على سبيل المثال عندما حررت إسرائيل في مجزرة النصيرات الأسبوع الماضي أربعة أسرى ومحتجزين إسرائيليين من القطاع خرج نتنياهو فورا إلى المشفى رغم أنه كان يوم سبت والتقى وتصور مع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بعد الإفراج عنهم حتى قبل أن يخرج يوم السبت لكن بالأمس عندما أعلن عن مقتل ثمانية جنود إسرائيليين صمت بن يمين نتنياهو فترة طويلة جدا إلى ما بعد خروج التصريحات العسكرية الإسرائيلية وحاول التهرب من تحمل المسؤولية التي أدت بطبيعة الحال المسؤولية العامة وليس المسؤولية العينية التي أدت إلى مقتل هؤلاء الجنود الإسرائيليين تصرف يمين نتنياهو في هذه الحرب يحظى بانتقادات واسعة جدا من قبل شركائه في الحكومة إتمار بينكفير ومن قبل أيضا شركائه السابقين خصوصا عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل جادي أيزنكوت الذي قال بشكل واضح في لقاء مع القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن إتمار بينكفير رغم أنه لا يشارك في اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي وليس عضوا فيه إلا أن ظله موجود داخل غرفة الاجتماعات في إشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يخاف من إتمار بينكفير ومن بتسل إيل سموتريتش ومن الحريديين أيضا داخل الحكومة الإسرائيلية ومن هنا تأتي دعوة المعارضة الإسرائيلية وأكثر من عشرين منظمة معارضة إسرائيلية إلى خروج تظاهرات حاشدة ضمن ما تسميه أسبوع المقاومة في إسرائيل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تبكير الانتخابات من أجل إسقاط هذه الحكومة من أجل إنهاء هذه الحرب والتوجه نحو صفقة تبادل أسرى خلال الفترة المقبلة شكرا لك أحمد روش مرسل التلفزيون العربي من القدس